موسيقى موسيقى حديقة زي ما احنا بنقول مسأة زراعي للناس بتتخانق عليه كتير كل ده هو ملك عام لازم ينتفع به عدد كبير من الزراع ومن الفلاحين وبالتالي فهي ملك للمجتمع كله المماشي الممشى العام اللي بنبقى موجودين فيه الطرق العامة المرافق الطرق اللي بتاحنا بنستخدمها جماعة والله دينا هو اللي وصانب ده وحس على ده ويمكن بلدان العالم كلها اللي احنا بنتكلم عليها متقدمة هي بتتبع يعني اللي وصانب دينا وعشان كده هم تقدموا دي حقيقة وكمان اريد اوضح ان احنا في قشر المباركة ودخلين على موسم كبير للطاعات وبالتالي بنأكد على ان واجبنا تجاه المنافع المشتركة والاماكن العامة زي ما قالت فاتن مش بس بيقف على حدود المحافظة عليها لكن كمان العمل على تنميتها والمساهمة في تطورها كمان علينا ان نتحلى في الاماكن العامة بكل القيم الانسانية الراقية ودي كلها تعاليم حتى عليها دينا الحنيف ونتكلم في تفاصيل اكتر عن هذا الامر واختنام مواسم الطاعات مع ضفنا الكريم فضيلة الشيخ احمد سعيد الفرماوي من علماء وزارة الاوقاف ونرحب حضرتك يمكن احنا عندنا وزي ما قالت فاتن عزين نشرح فكرة الحفاظ على المرافق العامة وكمان المساهمة في تطورها زي ما احنا قلنا وعلاقة الدين بهذا الامر نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن وله وبعد المرافق العامة زي المستشفيات والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات والحضائق والمتنزهات وشبكات المياه والقهرباء والاتصالات ونحو هذه الامور كلها يعتبر منافع عامة ليست لشخص بل للمجتمع ككل او للامة ككل فيجب على الجميع يعني ان يحافظ على هذه الممتلكات لانها ليست لجيل واحد بل هي لاجيال متعاقبة متولية جيلا بعد جيل ومن ثم ينبغي على الجميع يكون هناك مشاركة مجتمعية دور مجتمعي على الجميع الحفاظ على هذه المؤسسات بحسن استعمالها النظام القانون العرف المتبع وطبعا مصر لها الريادة والصدق في كل شيء يعني المدن العالمية كلها معمولة على نصق مدينة القاهرة من اقدم المدن في العالم كله مدينة القاهرة المدن اللي هي في اوروبا وهنا وهناك على نصق هذه المدينة الرقية الجميلة وهذا امر ليس غريب على مصر فهو مصر بلد حضارة يعني منذ الازل من يعني مصر من اول الدول التي عرفتها البشرية حضارة وعبر تتحدث سبع تلاف سنة سبع تلاف سنة نعم موجودة طبعا عندنا الانهار برضو تعطار يعني على ذكر فضلتك النقطة دي تحديدة لانهارك اصارت نقطة مهمة اوي احنا الدين الاسلامي بتاعنا هو دين مجتمعي نعم يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفسه اسس لمجتمع نعم يعني بكفت بقى قواعده ومرافقه وقوانينه وتقاليده وفقا للدين الاسلامي لما بنتكلم تحديدا وحددك اشارت النقطة المية نعم لان احنا فعلا الدين الاسلامي بيبني شخصية المسلم على اساس اقتصادي انه هو لا تبذير ولا اسراف واعتدال كمان في الاستخدام ففكرة فعلا الترشيد استهلاك المية وحفاظ على مقدرات الوطن عليك هالدين الاسلامي ازاي نعم هو حاضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه اصحابه للحفاظ على المياه لما رأى صاحبه يتوضأ قال لا تسرف في استعمال الماء لا تسرف في استعمال الماء لو كنت على نهر جار وحس اصحابه على الصدقة عندما جاءه سيدنا سعد بن معاز توفيت امه فاراد ان يعمل لها صدقة فقال عليك بسقيا الماء يعني ملاه سبيل سقيا الماء فهو وجه بترشيد استعمال الماء المحافظة على استعمال الماء الاستثمار او التصدق في جانب الايه في الماء وهناك امور يجري العبد اجرهن وفي قبره من حفر بئرا او كرى نهرا يعني على رأس هذه الامور من حفر بئرا او كرى ايه نهرا ولما سئل عن خير الصدقة قال خير الصدقة سقيا الماء ايه صدقات الايه الجارية فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ووجه الامة بالمحافظة على الماء وترشيد الماء وحسن استعمال الماء مصداقا لقول الله تعالى واجعلنا من الماء كل شيء حي صحيح خلينا نتقل بال ان احنا في الاشهر الحرب نعم ودايما بيبقى لها تقص خاصة فانا عايز اعرف وسؤالي بيقول ان هل الزنوب والمعاصي التي تتكف في الاشهر مختلفة عن زنوب والمعاصي اي شهر تاني ولا كلهم يجتمعوا تحت طائلة ان هي العقاب يعني العقاب اكبر هي طبعا الاعمال بتشرف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل شرف الزمان يعني الفريضة في رمضان مسابقين فريضة صحيح دي شرف الزمان شرف المكان يعني الرقعة في الكعبة بمئة الف بمئة الف رقعة شرف العامل يعني الانسان لو عمل عمل باخلاص بيز بقير وربا درهم سابق الف درهم لانه اخرجوا باخلاص بنية خلص طيب فالاعمال في الاشهر الحرم يعني مضاعفة الاجر والثواب فبرضو اللي بيعمل زنب في الكعبة ومن يرد فيه بإلحارين بظلم المزقه من العزاب السعيم برضو اللي بيرتكب زنب في الكعبة في المكان نفسه بيبقى برضو مضاعف العقابة اما خارج الكعبة اه طب لو هنتكلم بقى عن لا انا كنت عايزة اخد إجابة خارج الكعبة يعني انا دلوقتي احنا في الاشهر الحرم لو انا بس لو حد ارتكب زنبا ينكين لا لو خارج الكعبة خلاص السيئة سيئة السيئة سيئة لما هذا تخص المكان نفسه وقال الله ومن يرد فيه أي في الحرم بإلحارين بظلم المزقه من العزاب الايه احنا بنتكلم على المكان وبنتكلم برضو على الزمان بحيث ان احنا في اشهر مباركة فبالتالي هو هي مضاعفة الاجر وصف هناك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى لم يضع يعني الوزر او العقاب غير مضاعف من رحمة الله بهذه الامة خلينا بقى اتكلم شوية طالما احنا وديا بقى صار فكرة ان احنا في الاشهر الحرم وخلينا نختنم الفرصة برضو فضلتك ونوجه الناس هو ايه اللي ممكن الاعمال الخيرة واعمال التعاطي اللي ممكن نكسر منها في هذه الاشهر عشان نقدر ان احنا نستغل نعم من افضل الاعمال والقربات في هذه الاشهر الحرم التي ابتدأت بالشهر زو القعدة اللي هو من اشهر الحج ومن الاشهر الحرم واول الاشهر الحرم المتوالية زو القعدة وزو الحجة والمحرم ورجب الفرض هناك الصيام هذه الصيام الانسان ما استطاع من هذه الاشهر لان حديث مجيبة الباهلي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا افعل قال صم من الحرم وترق صم من الحرم وترق فيستحب فيها الصيام وقراءة القرآن والذكر والقيام وصلة الأرحام وسائر اعمال والاكسر من الصداقات وسائر اعمال البر والخير يعني لا حرج على فضل الله اعمال البر والخير كثيرة صحيح وهذه الايام من المناسبات الاسلامية والمناسبات الإسلامية في الشريعة الإسلامية تعتبر محطات شحن محطات شحن المسلم بيشحن البطارية بتاعته ليه القلب قلبه ولابد يعني هذه المناسبات لن يكون لها قيمة إلا بما نستفيد بما فيها من دروس وعبر ومعاني عظيمة لابد أن نأخذ الدروس والعبر والمعاني العظيمة من هذه المناسبات الإسلامية زي يوم الهجرة يوم المولد أيام رمضان أيام الحج يوم الجمعة أيام العدين دي محطات شحن وهي في حد ذاتها وسيلة وليست غاية يعني حضرتك بتسأله نعمل آه أكرأ قرآن وصوم بس هذه الأمور ليست يعني غاية فيها ولكن وسيلة وسيلة ليه عشان الطبيب يحسن عمله في طبه عشان المهندس يحسن عمله في هندس عشان أستاذ الجامعة يحسن في مكانه عشان كل إنسان يقوم بعمله على الوجه الأكمل في المكان الذي يوضع فيه صحيح يعني هذه المناسبات تلك هي الغاية منها مصداقا لقول الله وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكون وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا له يوشك من تعرض لها فتصيبوا نفحة منها ألا يشقى بعدها أبدا يعني إنسان بيكتهد الطاعة يعني بي يعني ديا يعني نفحة من عند الله سبحانه وتعالى بيعمل الطاعات كلها زي ما قلنا صيام قيام قراءة قرآن صلة أرحام زكر الأكثر من الصداقات طيب دي في حد ذاتها شحن شحن القلب ألا إن في القلب مضغة إذا صالوا حطت صالوا حال الجسد كله ألا وهي القلب طيب نشحنة القلب هعمل إيه بقى هاتوقف لا أتقن عملي العمل كل قيمة كل إنسان ما يتقن العمل اللي أنا فيه أديه على الوجه الأكمل دي المطلوب من كل واحد فيه صحيح مش المطلوب مثلا أنا هتبني شحنة القلب ما قافش بقى أنطلق كل إنسان في المجال اللي هو ربنا سبحانه وتعالى وضعه فيه إحنا بقى عايزين فضلتك وفرصة وإنت موجود معنا نتوجه بدعاء لشحن القلب إحنا بقى عايزين النهاردة الجمعة والناس كلها بتبقى يعني بتتقرب لربنا سبحانه وتعالى والإكسر على النبي والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم فإحنا بقى عايزين ندعي مع حضرتك كده دعاء والسادة المشاهدين يعني يرددوه معنا وطبع حالي تنورتنا وشرفتنا بني أبارك فيك وكل عام وحضرتك بخير وسعادة بني أحفظ مصر قيادة من الشهر يا رب اللهم صلى على سيدنا محمد في الأولين اللهم صلى على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صلى على سيدنا محمد في الملع الأعلى إلى يوم الدين اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا زنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته اللهم احفظ مصر يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الممات راحة لنا من كل شر اللهم ارزقنا حجة مبرورة الى بيتك الحرام وزيارة لحبيبك ونبيك عليه الصلاة واسكى السلام اللهم امين وكل عام وحضراتكم خير وتقبل الله مننا ومنكم صالح الاعمال اللهم امين خلق فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا بردان